السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن دور المجالس العلمية بالمملكة في دعم ضحايا زلزال الحوز طيلت هذه الأيام منذ أن وقع هذا الزلزال المدمر وتابعنا هذه الأحداث كنا نشيد بكل من تدخل تدخلا إيجابيا لتقديم الدعم للضحايا ولتخفيف المعاناة وقد أشدنا بكل المتدخلين خصوصا بالجيش أولا الذي كان أول المتدخلين وأيضا الضرك الملكي الذي أبل البلاء الحسن بمعية قوات المدنية وكذلك السلطات الإقليمية المحلية بكل رتبها وأيضا أشدنا بدور الأطباء والممرضين وعناصر الإغاثة والإسعافات الأولية لكانوا حاضر بقوة كما أشدنا بدور الذي قامت به الجمعيات جمعيات المجتمع المدني ودور اللقاب به عدد الناس لهم من أبناء الشعب لانطلقوا بوحد الانطلاق عفوية فطرية لتقديم الدعم والمساندة والتآذر والتضامن لضحايا هذا الزلزال حري بنا أيضا أن لا ننسى وحد الفئة لها احترامها ولها مقامها في بلادنا وهي فئة السادة العلماء والفقهاء والمحدثون المنضوون تحت المجالس العلمية بالمملكة فمنذ الساعة الأولى من هذه الفاجعة سوف نرى تفاعل إيجابي وقوي من طرف المجالس العلمية بدءا بالمجلس العلم الأعلى الذي أصدر فورا مذكرة إلى السادة رؤساء المجالس سواء الجهوية أو المحلية طلب منهم التفاعل الإيجابي مع ضحايا الزلزال الحوز وذلك من خلال توجيه المرشدين والمرشدات لتقديم كل أوجه المساعدة الممكنة الرسالة هي موجودة من أراد أن يطلع عليها لعلكم طلعتم عليها جاء في مضمونها هكذا جاء في نص الرسالة المرجو من السادة رؤساء المجالس العلمية جهوية ومحلية أن يتواصلوا مع كافة الأعضاء المرشدين والمرشدات ليكونوا بالقرب من المواطنين والمواطنات في هذا الحدث المفاجئ والمؤلم والوقوف إلى جانب المتضررين منهم بكل أوجه المساعدة الممكنة تبرع بالدم مساعدات طبية خدمات اجتماهية وإحسانية ثم أضفت الأمانة العامة للمجلس العلم الأهلاء نسأل الله تعالى أن يتقبل شهداء وشهدات هذا الزلزال عنده في جنات النعيم وأن يعافي المتضررين وأن يعيد هذا البلد وأهله من كل سوء وأن يمتع قائده مولانا أمير المؤمنين بموفور الصحة والعافية إنه سبحانه سميع مجيب والحمد لله رب العالمين هكذا كان نص الرسالة التي وجهها المجلس العلم الأعلى للمجالس العلمية بالمملكة عددهم يفوق سبعين مجلس وكل مجلس في عدد كبير من العلماء والعلمات والمرشدين والمرشدات مباشرة ما الذي وقع وهو أن المجلس العلمية الإقليمية في كل إقليم وفي كل جهة عقدت اجتماعات استثنائية فورية وبدأ السادة العلماء يتناقشون في كيفية الوقوف إلى جانب المتضررين من هذا الزلزال وسبل تقديم أوجه المساعدة الممكنة ماذا يمكن أن يفعل العلماء؟ نحن اعتدنا بأن السادة العلماء دائما يكونون في الكراسي العلمية ويكونون في المحاضرات والندوات ويعطون الفقهة والفكرة والتوجيه لكن الآن البلد محتاجة إلى الدعم النفسي والدعم الاجتماعي اللقب بهذا السادة العلماء هو أن واحد العدد كبير منهم اللي عنده واحد شعبية بدأ يستغل مسألة تقنية الفيديو تقنية الفيديو يعني لم يعد فقط غير المسجد والكرسي العلمي والمحاضرة هو وسيل التواصل مع الآخرين بل السادة العلماء تحتهما يعدهم وحد لإنفتاح قوي وواسع حول التقنيات الحديثة رأينا عدد كبير من العلماء والفقهاء استعملوا تقنية الفيديو وبذلك شجلوا مجموعة هذه الفيديوهات ويرسلونها إلى مواقع التواصل الاجتماعي بش يتلقوا مع الناس وبش يتفعلوا مع الناس فيديوهات كثيرة بعضها بالعربية الفصحة بعضها بالعربية الدائجة بعضها بالتشلحيت أو التاريفيت أو بالأمازيغية بلهاجات مختلفة لكي يتواصلوا مع أبناء المنطقة لأن أبناء المنطقة وحد العدد منهم كيتفهم باللغة الأمازيغية ثم نشطت حركة الدروس والمحاضرات بالمساجد ما يسمى لفائدة الراكع الساجد الراكع الساجد حض محاضرات وندوات بدأوا يقومون بها وسبحان الله الملاحظ هو أن أهل الإحسان استجابوا بسرعة للعلماء في المجالس العلمية كما أن هناك جمعيات قاموا بمبادرات نستجب لهم بكل أريحية ولكن استدى العلماء لوحظ بأن أهل الخير توجهوا نحو بوابات المجالس العلمية بأقاليمهم كل إقليم ها إقليم صوراها تارودانتها إيمنتانوت الشمعية كل منطقة محيطة بالناس جاءوا الناس كيساعدوا وبدأوا يعطونا المساعدات التي ممكن أن تنفع هؤلاء الناس ولوحظ تفاعل قوي لأن دائما العالم في المخيلة للإنسان المغربي له الاحترام وله التقدير وله التوقير وفي اتقى لما تضع المساعدة في يده يعني تشعر بأنه اتقى في أكثر من غيره أنه سوف يوصل هذه الأمانة إلى أصحابها لأنه يعلم بأنه غدا سيسأل الله تعالى كل فرد منا عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وهم يعلمون أكثر من غيرهم قول الله تعالى واسألوهم أو أسئلة كثيرة ربنا يقولها في كتاب العزيز وقفوهم إنهم مسؤولون فلا يخفى عليهم بأن الأمانة هي كبيرة جدا ولابد الإنسان أن يوصلها إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان هذا خطير جدا فلهذا السادة العلماء كان هما أكثر الناس عندهم الثقة يحضون بالثقة من طرف الناس والإنسان كان كفورا جهولا لكن هم المفروض دائما من أهل الإيمان ومن أهل المعرفة فكانوا أكثر الناس اللي فيهم ثقة فعلا الحمد لله كانت مبادرات طيبة مباركة نسجلها ونعتز بها ونشيد بها كما أشدنا بالقوات الأخرى الدرك الملكي والوقاية المدنية وبالأطر طبية والصحية وبالمجتمع المدني أيضا السادة العلماء قاموا بمبادرة طبية مباركة نشيل أيضا ونشجل باعتزاز الدور اللي قامت به المرأة الفقيهة في المجلس العلمية فكل مجلس علمي هناك خلايا المكلفة بشؤون المرأة وقضايا الأسرة فالنساء عندهم وحد العلاقات قوية مع الآخرين شبكة للعلاقات واستطاعت النسوة في المجالس العلمية أنهم يقوبوا بتواصل كبير مع الساكنة للإقليم وأنهم استطاعوا أن يجمعوا مساعدات كثيرة لفائد الضحايا الزلزال والمناطق المتدررة كانت تتجمع هذه الخيرات على أبواب مقرات المجلس العلمية ثم يتم ترتيبها وإرسالها إلى المناطق المتدررة من الفاجعة هذا الأمر هذا هو اللي جعل المجلس العلمية يقومون به أولا الجانب الديني الجانب الديني معروف أن العلماء والفقهاء المغاربة عبر التاريخ عمرهم مكانوا كينفصلوا عن هموم المجتمع أي نعم الفقهاء يحاول بعد شيئا ما عن دائرة السياسة لأنها متغيرة ولأنها متقلبة ولأنها متضاربة يحاول ما أمكن بعض من دائرة ديالها لكن حينما يقع هناك وحد الحدث اللي هو يمس المجتمع وهموم المجتمع تجدهم في المقدمة والتاريخ يشهد التاريخ يشهد خصوصا في المقدمة في العمل الاجتماعي يعني بعيد عن العمل السياسي اللي هو متقلب ولكن العمل الاجتماعي هو دوما قوي وثق صلة بهموم المجتمع مثلا من لا يذكر عدد كبير من السادة العلماء والفقهاء للا زال التاريخ يذكرهم أنهم في الآزمات كانوا من اللولين في المقدمة مثلا كالقوا في مراكش نموذج ثري وعظيم وجليل نموذج للأبي العباس السبتي أبو العباس السبتي اللي هو من سبعة رجال في مراكش هو مشخضت هذه القيمة وصار من الأقطاب هو أبو العباس السبتي كان رجل عالم لكن كان عابد ولكن من كانت المجاعة ضربت البلاد وكان هناك السيبة كان هناك ناس يتخطفونهم في الطرقات والضعفة أبقوا بلاش أبو العباس السبتي مشي كان داخل المسجد يركع ويسجود فقط لا ملك يسل الرقع والسجود يقوم ويخطط ويبرمج ويتصل بالناس ويقوم بوحد دور عظيم جدا واستطاع أنه يطعم الفقراء ويطعم المساكين خصوصا في عهده كانوا المكفوفين والكسمهم المبسرين إلى يومنا هذا ما زال النصيب ديالهم موجود اللي مشى المراكوش وشفى الموقع ديال أبو العباس السبتي غد يلقى وحد العجب العجاب عبقوا التاريخ هكذا كان الفقهاء والعلماء المغاربة عبر التاريخ لم يكنوا فقط منحصرين في المساجد وفي دور العلم وإنما كانوا مشاركين ومنخارطين في حركية المجتمع ينخارطون إما بالندوات والمحاضرات وإما بالمواكبة الدينية والتوعوية وإما بالعمل الاجتماعي وخصوصا أنك اللحظ بأن المملكة ديالنا أنشأت في الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة واحد الفئة من العلماء هما كتسمون المرشدين والمرشدات هذا عندهم واحد صفة أخرى من غير العلماء والفقهاء والمحدثين المرشدين والمرشدات هما صلة الوصل ما بين المؤسسة الدينية وما بين أفراد الشعب هما دور ديالهم كيكونوا موجودين دوما وسط السكان كيكونوا متجاوبين مع قضاياهم كتلقاهم دايما حاضرين خصوصا في قضايا الأسرة كتلقا دائما الخلفة الزوجية والخلافة العائلية وكيف يمنعون حصول الطلاق وكيحضروا في المحاكين وكيكونوا وسطة خير للصلح هم موجودين بقوة وهذا الأمر هو واجب ديني أولا ثم إنه واجب وطني واجب وطني لأن الكل انخرط الكل انخرط بدءا من أمير المؤمنين صاحب الجلالة حافظه الله ورعاه إلى العمل الحكومي إلى العمل الشعبي إلى كل القنوات فكان لابد وأكيد أن يكون حضور قوي لأسادة العلماء وهذه ربما مناسبة أيها الأحباب الكرام نذكر بأن هذه المجالس العلمية في بلادنا هي ظاهرة ربما ينفرد بها المغرب كان هناك مجالس أخرى في بلدا أخرى للفتوى وللبحوط الإسلامية ولكن المجالس العلمية في بلادنا هذه عند وحد ظاهرة قوية وعظيمة وهي قديمة قديمة جدا رابدت أول مجلس علمي أنشئ كان سنة 1330 كان بجامعة القراويين بفاس أول مجلس علمي من اللي يالله خرج لإستعمار وقبل الإستعمار بدأت الدولة كتكوّن فكانت أول الأمور هي لابد يكون واحد مجلس علمي مستقل بالفتوى لأن الناس ربما يتكلموا بزاف الشأن ديني وربما قد يقول القائل كلاما ربما وجيها وقد ينحرف ويقول كلاما ربما منحرفا ولكن المجلس العلمية هي مشيفة ودي العالم واحد هي مجلس يكون واحد المجموعة للعلماء أقلهم سبعة أعضاء أقلهم بش يكونوا سبعة دين العقول وسبعة دين الأفكار وسبعة دين التوجهات تكي نقشوها ويعرفوها ودور ديالا عدك تلقوها كان أول مجلس علمي هو كان في الأول تابع للوزاة العلمية كانت تشرف عليه أن ذاك المعارف الإسلامية وكان الدور ديالو هو أنه يقوم بالإفتاء مباشرة بعد حصول المغرب على الاستقلال بدأ الاستقلال الاقتصادي والاستقلال السياسي والاستقلال الاجتماعي فكان أبود من الاستقلال في جانب الفتوى فكانت المجلس العلمية تقوم بالإفتاء على المستوى الوطني وعلى المستوى الفردي بش الناس يعرفوا بأن الدين مش فقط غير في المسجد الدين هو في الحياة العامة هو كيدخل للبرلمان في نظام الدولة في توزيع الثروات في نبدي الظلم وكانت تبدي هذه المجلس رأيها في كل الأمور لكن تختار طريقة الوعظ والإرشاد بالطريقة اللبقة التي لا تعد أحد ولا تخلق عنة لأحد ثم بعد ذلك غدت عدد المجلس العلمية تتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وصار الدور دي لدي المجالس ما هو الدور دي لها يتحملون مسؤولية عظيمة في تبليغ الرسالة الإسلامية بالمنهج والفهم السامي هذا هو الدور دي لها كان بزاف دي الناس كيتكلموا في الرسالة الإسلامية ولكن لقيميز المجالس العلمية أنها تحرص على أنها تؤدي الرسالة الإسلامية بالفهم السامي وتختار مجموعة من الوسائل إما في التوجيه والإرشاد والوعظ وإما في الإفتاء والاجتهاد وغيرها من الأمور دوما تسعى لكي توثق الصلة بين ماضي الإسلام وما بين الحاضر الحاضر لأن دي من الربط بين الماضي والحاضر كي انتيارات كيقول بأن الإسلام هو من الماضي وكي يقول بأن الفهم القرآني فهم حسب المعطى التاريخي وكل يقول كلاما حسب فهمه وهواه لكن المجالس العلمية لما ينخارط عدد كبير بالعشرات تعساد العلماء الأجلاء لمتقنين وحافظين ومتبحرين في العلم كي كونت دور ديالهم هو توثق الصلة بين ماضي الإسلام المجيد وبين حاضره الذي يسير روح العصر ويلائم تطور الأوضاع والمتطلبات ديال الحياة الاجتماعية فدائما لاحظنا هذه المدة ديال سنين طويلة كانت أول أول عمل مباشر مع المواطنين وهو الدروس ديال الكراسي العلمية ديال الوعد والإرشاد اللي كتكون في مختلف المساجد هي في الحقيقة هذه الدروس وإحنا الصغار كنا كنا نتعلم منها كانت عبارة عن جامعة شعبية جامعة شعبية اللي تعذر عليه أنه يدخل الجامعة كان يكفي أنه يحضر إلى كراسي الوعد والإرشاد وأيام زمان نسلهم يأفتهم الركب من نسلهم يأميون أو حرفيون مقروش القرية العلمية مشون الحرفة هم صغر إما عمال أو صناع أو تجار وغيرهم كان يقول لهم لم يفتكم بعد الركب ما زال الركب موجود لكم أن تلتحقوا بالجامعة الشعبية اللي هي الكراسي العلمية اللي في المساجد وفعلاً هذه الكراسي العلمية خلقت واحد الجيل دي المغرب يعني السنوات الماضية في السبعينات والثمانينات كانت فترة صعبة للغاية ولكن الدور دي المجالس العلمية أنها خلقت لنا التوازن ما بين الفهم دي الماضي للإسلام والحاضر دياله وكانت الأمور بتبصر كبير جداً وكانت دور ديالها هو تقوية الشعور الديني أزل بالمغاربة الحمد لله يمتازون على غيره من الشعوب بالشعور الديني القوي وهذا الشعور الديني دائماً كيكون الدور دياله هو أننا نبتعد عن الخلافات الجزئية الخلافات الجزئية الخلافات الجزئية اللي ربما البعض كان دايماً يحلو له أن يتحدث عنها وكلما تكلم عليها وبدأ يتكلم على الشبهات والضلالات كي بدأ دائماً يتير الأحقاد في النفوس ومثل ما كيعدوا الناس مخاصمين فيما بينهم كدقى الأسرة الواحدة هذا عنده تيار والتيار فلكن المجلسة العلمية كيكون الدور ديالها محو الخلافات إبطال الضلالات ولكن الإبقاء على الكيان للأمة في إطار توابط اللي هي الكتاب والسنة والتمسك بالعقيدة وبالوحدة الدينية والوطنية ونبتعد عن البلبلة والحيرة في العقول والنفوس وكاللحظة هذه سنوات طويلة المواضيع الشائكة كان المجلس العلمي هو كي يتكلم عليها دائماً من غير المساجد كان عنده تدخل كبير من ناحية المحاضرات والندوات واللقاء التربوية بالأمكنة اللي هي كيتجمهر في الناس أي مكان فيه تجمهر ديالناس يقصدونه بدءاً بالمدارس والثانويات والكليات وأندية الشباب وكذلك المعامل والمصانع والتكانات العسكرية والسجون وغيرها من الأماكن أي مكان فيه تجمهر ديالناس كي يحضروا بشي قدروا أنهم يوجهم واحتوجيه عام اللي هو الدور ديالون وحافظة توابيت على الكيام ونمحو الخلافات ونبتعد عن الأحقاد والضلالات والحمد لله كانت الدعوة دائماً تقوم على المنطق والعقل الذي لا يتناقض مع العلم والفهم الصحيح الذي يصلح لكل زمان ومكان والإنسان كي يبقى دائماً يوازن بين الفهم الماضي للدين وبين روح العصر والحمد لله استطاعت الدولة أنها تكون لنا واحد مجموعة كبيرة من العالمات والمتقفات وكانوا كيقوموا النساء خصوصاً النساء كيقوموا بأدوار عظيمة في التنسيق مع وزارات الشؤول الاجتماعية والصناعة التقليدية دائماً علاقة مع النساء للوعد والإرشاد والتوجيه والتثقيف وهذا كله الحمد لله فيه واحد المعرفة عميقة لكن بأسلوب بسيط في التبليغ أسلوب بسيط في التبليغ والمعرفة كتكون عميقة والأعضاء كتكون على القدرة على الإقناع والمواجهة نذكر مثلاً بعض المهام المناطة بهذا المجلس مثلاً كين هناك قضايا كثيرة ربما مشكل الزاكة مثلاً هذا مشكل كان مطروح كبير وكانت فتوى هل يمكن جمعها على يد الدولة من طرف الأغنياء لتدفع إلى مستحقها في إطار التضامن الاجتماعي هذا موضوع اللي كان كبير ونقشه العلماء وعنده علاقة مع المجتمع عنده علاقة بما حول فقر وخلق التوازن داخل داخل المجتمع مثلاً قضية اللي هي شائكة قضية المعاملة البنكية في العصر الحاضر تكلم عليها المجلة العلمية بوفرة وإقنع كذلك قضايا متعلقة بتوحيد الرؤية في البلاد الإسلامية فيما يتعلق بمواقف الصيام والإفطار وغيرها من القضايا اللي كتهم المواطنين ومضطرين يعرفوها أما المجلس العلمي الأعلى فدى دوره دور آخر هو دوره أكبر يربط الصلاة بالمؤسسات الإسلامية العليا كرابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكناقش قضايا كبرى القرارات التي من شأنها إصلاح الأمة وإصلاح المسلمين وإعلاء كلمة الله وإحقاق الحق دوماً في نطاق الكتاب والسنة والإجمع فالحمد لله هذا التدخل الأخير اللي قام به السادة العلماء المنضوون تحت المجالس العلمية في إطار هذا المحنة التي مر بها المغرب هذا الزلزال المدمر اللي كان في مراكش الحمد لله لا يسعنا إلا أن نشيد بهذا الظور وكانت منهم إن شاء الله تعالى هذه الروح المتوثبة والنشطة تبقى دائماً تميز السادة العلماء وحضورهم قوي لأن الناس دائماً يسألون بغينا العلماء يكونوا حاضرين بقوة بغيناهم يكونوا حاضرين في كل الميدين خصوصاً في الإعلام في مواقع التواصل الاجتماعي يكونوا حاضرين في الجامعات في التنويات في مختلف الجهات لكي يكونوا فيها الناس لأن الناس متعطشين للفهم الصحيح للدين سيما أن الضرفية الرهنة ظهروا بزاف دل الجهات لكي يتكلموا في الدين بطريقة غريبة ومشمئزة وكتخلق الحيرة والبلبلة في النفوس واستاذ العلماء هم الأمل معقود عليهم للحفاظ على وحدة المذهب والعقيدة والوطن وتركيز أركان الدين وروحه في نفوس المسلمين وهنيئا لعلمائنا ونسأل الله لهم المزيد من التوفيق والمزيد من السداد وتحية لكل المتدخلين بروح إيجابية في هذه المحنة دلزلزل الحوز القوات العسكرية الجيش القوات الأمنية السلطة المحلية رجال الصحة رجال التعليم أيضا تحية كبيرة لهم الدخول المدرسي واحد العداد الحلقات اللي كانت في الدروس المدرسية كانت حاول هذا الموضوع نقاشات عند أساتذة اللي عندهم الروح الوطنية وخوة كيقرر الرياضيات أو كيقرر الفيزياء أو كيقرر الفرنسية أو أي مادة أخرى ومع ذلك يلقوهم كيحاولوا بين الفينة والأخرى يفتحوا نقاش مع الطلبة ومع التلاميذ ومع الوليد الصغر كيفهموهم ما يجري في البلد حتى الأطفال الصغر في الابتدائي كينا عندنا واحد الاتصال كان واحد العداد منهم أستاذات الأساسي كيحاولوا يشرحوا لهم ماذا يقع في المغرب وخوة كيقرر المادة ليبعيد على الشأن العام ولكن وجوب الإنخراط في هموم الشعب والوطن فالحمد لله على مغربنا رأى كيسير في الطريق الصحيح وانتمنى إن شاء الله تعالى النجاح والفلاح والبركة والتيسير اللهم أمين يا ربي كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدنا إليكم مستمعي الأفاضل ونحن كلنا آذان صاغية وقلوب وعية لاستقبال مكالماتكم والتفاعل مع مشاركاتكم نبدأ أول مكالمة من أين من الخميسات معنا أسي محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكيدير عمل حاج لابس عليك الحمد للأخوية بارك الله وفيك سيدي مع أب محمد نخصاته وكانش كا أخويا فامي عارف الله يفرحه والله يفعل عليه بارك الله وفيك وإنزال عليه نور الله نور على وجهه والله الحمدل على الولدين امن جودتك جلي جدا المي الحاج لابس عليك دقائق كدير باسي عليك، المي الاحاج قول المي الحاج ارى نץلت بصائلات صعبة ولم لا أنت فقط انخلصها المي الحاج لا اناد استمعك وان لم أتصبح اذن بل ماء وكان طلب من أخوتي المحسنين خارج أرض الوطن وداخل نقدر سجارة نور للمعاقين في اليوتيوب العربية يتعونوا معي سجارة نور للمعاقين في اليوتيوب العربية وقدموا لي بمساعدة لعيش نور للمعاقين في اليوتيوب العربية ركن عيش دوره في حيفا وخاموا لي بإذن الله وخاسي محمد إن شاء الله تعالى هو على غرار ما قام به بعض شبابنا اللي هم مكفوفين هم بالعشرات ربما بالمئة انتضموا في ترقادات خاصة سماو الشجرة أما للمعاقين المبصرين كفيف كذلك السي محمد اللي هو عنده إعاقة حركية وأنشأ هذه القناة لسمها قناة نور للمعاقين يعمل من خلالها أن الناس توصلوا معه ومع غيره هاد القناة هو بغي يجمع فيها واحد العدد كبير اللي هم عندهم الإعاقة إعاقة حركية لأن الناس اللي عندهم إعاقة بصرية راه منتظمين في شجرة أمل للمكفوفين وغيرها وهدو ناس اللي هم عندهم إعاقة حركية كان نوجهني ده أولا ناس اللي هم عندهم الإعاقة الحركية في مدن كثيرة لطالما كانوا كنت توصلوا معي خالية البرنامج كين في تازا كين في سوق الارباع كين في شمائيا كين في أسفي كين في في العريش كين في وشدا في بعرفة واحد عدد منهم فتاونات اللي كانوا كيسمعوني ده بلآن كنقول لهم يتصلوا باسم محمد من الخميسة طريقة الاتصال هي أنهم يدخلوا معهد القناة اللي اسمها قناة نور للمعاقيم اللي غير توصلوا معه المطلوب هو أن كل واحد بغي المساعدة والمساعدة اللي بغينا هي كين أولا كين اللي بغي كرسي متحرك وكين البعض اللي كين درب مسافات طويلة كرسي متحرك اللي ما ماينفعوش كيتمنى يكون عنده بحل مطور ديل المعاقيم لأنك يدرب مسافات طويلة جدا وكين يحتاج شي واحد يكون معايد فع به وكين تعب فكين ناس اللي عندهم إما هاد الوسائل موجودة وربما بقات غير محطوطة وكين اللي بغي يساعد فيها هادي الظرفية ها أول حاجة كيبغيوها وكين اللي كيبغي عكازات أنواع دي العكازات كين اللي كان هالناس يكون عنده عكاز ومالبعد شافه مولنا عز وجل وجبر العظم دياله وبقدك العكاز تم فهادي كلها اللي بغي يساعدهم هادي الناس محتاجين دي ما كيتوصلوا معايا خاصهم كراسي متحركة خاصهم مطور اللي كيتحرك كتير خاصهم معاكا كيز خاصهم هدا أول شي الأمر الثاني كين اللي كيبغي دير بخوتاز كين بغي تعالج عن طبيب باش يقدر يدير العلاج الحديد في رجلو أو في الدو كين اللي كين خاصه الترويض يدير الترويض على بعض الأعضاء دياله والله يشافي الجميع وكين اللي هو كيعيش حالة بحل السي محمد المنشئ لهذه القناة هو يتيم وكيعيش وحيد وعنده فقر مدقع ولا طالما كيتوصل معايا هادي سنة ومدة كيتطلب المساعدة ولكن هذه مدة محتاج المساعدة يعني المساعدة مرة مرة كتكون مكتنفعش خاص واحد مورد داخل قار باش يقدر يبقى عيش أو أنه يمكن يمكن من من شي عمل إما تجارة وإما أي عمل لباش يكسب به واحد القود دياله ويعيش كبقية الناس بكرامة وعزة فكنقول هاد الناس لهما يعدهم الإعاقة الحركية يتصدب السي محمد من الخميسات في الموقع ديالشجرة النور للمعاقين بالعربية كيكتبوها ومن يتواسطوا معاه يدروا فيديوهات وديك ساعة السادة الأهل الإخير والإحسان اللي بغي يساعد هاد الناس بلا أي وسطة كيمشي مباشرة القناة كيتصل بالشخص كيشوف الصورة دياله كياخد الرقم الهاتف دياله كيتأكد من الوضعية دياله الظروف دياله وديك ساعة كيقدر يبعتليه المساعدة الممكنة وحنا في الميديا الدور ديالنا هو أننا كنحاولوا ما أمكان نتير الانتباه ديالناس لهذا الموضوع ونربطه بين هؤلاء وهؤلاء والله تعالى يتقبل من الجميع أخي محمد الله يجيب لك الرزق الوفير والخير الكثير والبركة والتسير لأن المساعدة مرة مرة كتبقى موتقطعة خاص كده خلقار باش تبقى دائما تخلص الماء والضوب والمعيشة وكده كانت مننا إن شاء الله تعالى شيء من أهل الخير يفكر معنا ليك في شيء مشروع مشروع عملي يعني كان ما كان بعد إخوة المعاقل بصريا كلي دار كيوسك كلي دار عربة كلي دار أي حاجة ودار فيها مواد وبدك يتاجر فيها وكي يكسب فيها فنطلب الله سبحانه وتعالى يوفقك الخير وسبحان من سخار هذا لهذا الله يحفظك مولاي وزيدك ربي من فضله وزيدك ربي من نعيمه وغمق على تواصل إن شاء الله تربيع عز وجل يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري اللهم أمين اللهم أمين يا كريم نتحول من الخميسات إلى أين إلى إقليم الشمائية معنا سيراشيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيك الله أخويا بارك الله فيك وليلليل حمد أخويا بارك الله فيك جزاك الله الفخير بارك الله فيك مولاي الوليدة مخدوش الميمة أنا كنت سلم عليه والدعم آي الله أعطيها صحيحها يا رب لا أعطيها صحيحها ولا عافية وشي حجع تكون شاء الله هدية من الرحمن يا ربي يا ربي في شلح يقول للا خدوش وإن في العرب هنا في شمع في الدوار هنا في شلح يقول للا مخدوش كل شل دوار يقول للا مخدوش وفي شلح يقول للا خدوش مشرفين هالناس الحمد لله هذا شرف تبارك الله وشريفية هذه الحمد لله الناس اللي فيهم الني وفيهم الصدق اللي فيهم الني وصدق ربي ما يرد دعوة دي لهم والله أمين أخي والله يحفظ الملك ديالنا والله يحفظ المغرب ديالنا يا ربي يا ربي يا ربي أبغينا أبغينا لنخدوش تايشي دعوة من عندها دعوتها مستجابة ممينة صالحة السلام عليكم والله يحفظ لك والله أحفظك اللهم أمين الشريفية اللهم أمين وبدأ دعوة دعوة للبلاد كلها المواطنين البلاد كاملة البلاد والشعب والماليك وكل شي أحفظ لك دريك اللهم أمين الشريفية اللهم أمين اللهم أمين يا ربي يا ربي يا كريم الله يشفي وعفي اللهم أمين يا ربي يا رحمن يا رحيم الحمد لله الحمد لله الشرفة دعوته مستجابة أياه مليسيد اياه أخو أنقرش أراه أنقرش أخبوا لهم جميعا أعود بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في ججاجة الججاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيع ولو لم تمسف نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله لم تارم الناس والله بكل شيء عليم في بيوت أدن الله أن ترفق ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغضو والأصال رجال لا تهم تشارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الذكاء يخافون يوما تتقلب في القلوب والأبصار ليزيهم الله وإحسن ما عملوه ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم مولان الكريم صدق الله ما شاء الله عليك ما شاء سي راشيد ما شاء قاد قراءة خاشعة أيها أيها تفضلي لا لا خدوش لا لا الله يشافي يا رب الله يقعد وساده الله يشافي الله يعافيه ويدويه يا رب وديت الجمعة يا رب ويرحم زوجة دياله ويربيت والله وردته بالعناية والرعاية يا رب تشافيه يا رب تشافيه وتعافيه الله ينوضه السلامة شكرا لك الحجة شكرا لك الحجة بارك الله فيك لا لا نخدوش شكرا لك والحمد لله لكن الشرفة هذه البلاد سعيدة فيها الشرفة الشرفة شكونا وما الشرفة هما كنتميوا لآل البيت عندهم الخلايا ديالهم والهرمونات ديالهم متصلة بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندهم صفات الصفات ديالهم كتلقى عنده قلبه كبير كلامه حلو كيمدده الخير وما كيطمع في حد هده وما الصفات على الشرفة اللي فيها الصفات عفورها شريف ولا ما فيها الصفات خسو يراجع نفسه كتلقى دائما من صفاتهم كلامهم حلو وقلبهم عمر بالخير والإشراق وكتلقى هم دوما مديني ديالهم الخير ويكفون آدهم عن الناس وفيهم الإكرام وفيهم الإحسان هدهما الشرفة في البلاد اكتار الحمد لله في مواطن كثيرة متفرقين في كل مكان وكتلقاش واحد فيهم بسيط إنسان عمي أو مرأة أمية بسيطة ولكن من لك يوقف معك تحس بأنك واقف أمام إنسان عنده قيمة علمية وهرم هرم في الشخصية كتحس بأنه عنده معنويات قوية ودعوته مستجابة تلبوا الله سبحانه وتعالى لا لخدوش يستجب لنا وليكم وهد الشريف الله يشافيه ويعافيه وزوجته الله يرحمها وتوسع للرحمات وهدوك الوليدات الله يتولهم بالعناية والرعاية الله يكون لهم وليا ونصيرا كنشكلك للا خدوش وكنتلبوا الله تعالى متعك بالصحة والعافية والرضا ديالك يبقى حبوس على وليداتك وبنياتك اللهم أمين اللهم أمين يا ربي كريم والشكر للسيراشيد على القراءة الطيبة ونتحول أيها الأحباب الكرام إلى أين إلى مراكش معنا للا سعاد سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام أمي قريبا أهلا وسهلا بك كذير أخي قريبا الحمد لله للا بارك الله فيك كنشكرك على هذا البرنامج الله يزيدكم من فضو للا الله يرحمنا الشهداء اللي ماتوا اللهم أمين يا رب والله يا عسو علاج الجرحان ساكل اللي باقيين يا ربي يا كريم عمي قريبا أنا عيط لك مريضة شوية أشدرك بنتي للا سعاد أنا ذاك شيري دارني ما عرفتوش تفيد السنين هذي وأنا كان عاني من هاد المرض اللي كان مشي للسبيطار كل السبيطار يقل في السنين للسبيطار لا إله إلا الله مشي تكن تنشد المواعيد شيرجات كورونا طلها وليال مواعيد الله وكبر محمد السادس أي فاش حي ضد كورونا عشدتان المواعيد شرط ما عشل لي فات أعطوني المواعيد طل شرط سادة اللي داز أي فاش مشيت عندهم لمحمد السادس صيفتوني السيفيل أي من سيفيل صيفتوا لي البكسبيطار يال مرشيشتي يقول لي بنو نافيس أي مشيت لي منك تكن في سيفيل علاش بتصيفتوني تم قري عندك العاصة بل عندك مرض نفسي لا إله إلا الله وأنا إحساس زيالي ماشي مرض نفسي أنا عمي قريبة عندي جوج بنية وحد يلا دخلت خمس سنين وبطق في العامين في شهر أشراق سعاد باش كتشعري بالضبط في الحالة ديالك الأعراض اللي كي بنوا عليك الشعور ديالي أنا هو اللحم ديالي كله من أمي العليا من أمي العليا كان نحس باللحم ديال يمكروا فالية بزات ليلى هيل الله ما كانت قدش نتحرك بالدات ديالي اللي هزيتها في ديالي قطح لي ليلى هيل الله ورجلية من نقشت نقدر نحب اقدامي على الأرض لا لإله إلا الله إليلا سعاد وش أعبرت التنسيون ديالي والسكاري ديالي من نراتchos الرومводين ما عنديش السكاري مزيان التنسيون مزيان الرومنت fez ما كانت تنسيون الرومنتي ما عنديش ما قالوا لي يا لتكون البرودة كي تجمع كي تجمع لي الحن دياني بحل لك تشدوك وكي تجمع لي الضاري ما كان قطرش نحركه لا إله إلا الله الله شافك للا حول ولا قتل والمشكلة الحالة ضعيفة وعندي جميات ما كنش اللي اللي عجلية تقضل ولا اللي درتها كالتحية اللي ديع لا إله إلا الله لحول ولا قتل وزاد لها المشكلة اللي زلتها هو عشق لي البيوتة وعندي جيج بيوتة عاطيم ليش في أخي أنا وراجلي يد يوم ترعب تشقه الليلة اللي سندرك يفقع الضار لا حول ولا قوتي إلا بالله لديك شي لأستصدق بك بك يشوف أنا عاد الحالة دياني عائتي ما في حالة عاش عائلتم ما في حالة عاش مرة بيخدم مرة بيقعد ليلة هيل الله صعيب أبتي صعيب الفقر الفقر مع المراض صعيب زب 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 الفقر زائد المراض يساوي معاناة لا حدود لها دا بالآن الناس دي المراكوش بعد أول حاجة لقبل العناية دي التدخل دي الدولة الناس اللي وقع عليهم تهدم الدور أو السكان أو انشقاق إن شاء الله غاد يلقى وحد المساعدات من طرف الدولة وحد دعم وحد العناية غاد تكون إن شاء الله تعالى بإذن الله كنت منه تكون وحد مشاريع أيضا للشباب العاطي للمستقبل ربما يبشر بالخير هذو 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 الجمعيات من قيادة دينا نحن هنا يا نعم كدير أش نقول كدير اللي عندو باش يدخل مرحبة أي اللي ما عندوش ما تتعرفوش إن شاء الله تشكله غير يتبدل هناك عناية عناية من طرف قائد بلاد صاحب الجلالة باش يكون واحد الاهتمام بالساكنة الضعيفة وغاد تكون توجيهات لرجال السلطة على اختلاف مراتبهم والناس للأمن والناس المنتخبين السلطة المنتخبة وكذلك الجمعيات المجتمع المدني غاد تكون توجيهات قوية باش يكون تدخل صحيح وإيجابي ونافع للمواطنين وان شاء الله بنت يربي سخلك الأمور لا حول ولا قوة إلا بالله للا سعاد ده بالآن عندها المشكلة دي الفقرة واللي كانت منه إن شاء الله تعالى لأيام المقبلة تعطينا واحد صورة إيجابية على التنمية اللي كانت منه في بلادنا مئة وعشرين مليار دي الدرهم التي تم رصدها هذا مبلغ كبير وضخم وضخم جداً ما يجمعه إلا الفم مئة وعشرين مليار دي الدرهم صاحب الجلالة يرصدها لضحايا هذا الزلزال الآن الشركات دي البناء ودي الهندسة ودي التعمير تتنافس باش تاخد صفقات باش تبدأ في عملية دي الإعادة الترميم والإصلاح وشق الطرقات طبعاً الكل يفكر بأن نتجاوز الخلل اللي كان أيام زمان ونديروا واحد البنية تعميرية اللي هي معاصرة ومواكبة وفيها كرامة الإنسان يعني كين الحمد لله واحد توجه كتقوم به الدولة ويشرف عليه صاحب الجلالة شخصياً باش يكون المواطن في هذه المنطقة المتدررة عنده الكرامة والعزة طبعاً ماشي غير السكن هو اللي خاص خاص التطبيب خاص العلاج خاص التعليم وخاص الشغل يعني الشغل ضروري ومؤكد الناس مرى ما يقبلوش وما أنفسهم يبقوا تعطلون الإكراميات والهبات والإحسان ما يقبلهاش الإنسان اللي عنده الكرامة والعزة ما يقبلش الإحسان ما يقبلش الهبات كي يبغي أننا نوفر له ظروف العمل والشغل الكريم يعمل بعرق جبينه ويكسب حقه وقوت أولاده بيده ثم يشعر بالكرامة والعزة وهذا إن شاء الله كله سوف يتوجه سوف يتوجه بضارة نافعة إن شاء الله بعد المحنة سوف تكون منحة منح إلهية ربانية بإذن الله كنت من نولك بنتي للا سعاد الرزق الوفير والخير الكثير أما بالنسبة لهذا المرض فماذا بدلت التحليل الطبية وكي يقول لك بأنك سليمة لأن الإنسان منك مرض هو في الأصل قد يكون المرض جسدياً الجسد كي مرض فكنديروها تحليلات طبية كنديرو سكانار كنديرو رغام كنت أكدوا ملك يقول لك الطبيب بأن رمى عندك مرض غنقولوا أنا سليم جسدياً لكن أنا من غير الجسد كنا حاجة أخرى أو ثاني كنا النفس واش أنا سليم نفسياً كتقدر أن النفس هي اللي مريضة النفس مريضة عند القلق الشديد عند التوتر الشديد مرت عليها ظروف صعبة كتشعر بالحزن العميق هاد التراكمات على الأحزان كي يمرد لنا الجسد النفسي عندنا كيان نفسي مستقيل وخط بيتمشى عنده وديلك تحليلات وديلك سكانار وديلك ليغام غد يقول لك رمى عندك وراء الراديو كلهم يشيروا بأنك أنت سليم لكن ربما قد يكون المرض هو ما شاهد في الجسد هو في النفس النفس مريضة عند القلق عند الحزن عند الخوف عند التوتر عند التفكير المنقطع عند الوسواس القهري هاد كلها مجموعة من الأعراض كتدر على النفس وكتعود مريضة وكتعود مش مائزة ويقدر يكون حتى النفس سليمة إنسان ما عنده مشاكل مشاكل عادية كيعيشها نفسه سليمة فينا عنده الخلل يقدر يكون في الجسد الروحي عندنا الروح الروح كتمرض كذلك من غير النفس هناك الروح الروح كتمرض لا يستر إما بالأرواح الخبيثة يقدر الإنسان تكون عنده لطمة دي الجن والعياد بالله لطمة يقدر يكون الإنسان تخطى واحد القادوس اللي هو مروع يقدر لكل إنسان اطلقى عمال سحري كي تسمى التمارض عمال سحري التمارض لكي يخل الإنسان أنه يشعر بالمراض ولا يدرك هذا المرض هي أشكال كثيرة على أين الأسباب هي كثيرة ومتعددة لكن نحن لك منه العلاج العلاج هو بإذن الله ميسر ومتاح الأطباء على اختلاف أشكالهم ومراتبهم هم يقوموا بالأسباب ولكن رب الأسباب سبحانه وتعالى كفيل بأنه يعطيك الصحة والعافية بلا علاج هو سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز وإذا مردت فهو يشفين وإذا مردت فهو يشفين لأن الطبيب هو كيقوم بوحد المسائل علمية وأبحاث عقلانية وكي يجتهد اجتهد بشري لكن الله تعالى هو الصانع هو الخالق نحن صنعته نحن خلقه وهو سبحانه وتعالى إذا طرقنا بابه هذا أكيد ولا شك ولا ريب إذا طرقنا بابه وبكينا بين يديه الكريمتين وقلنا كما قال أيوب عليه السلام ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الله تعالى قال لنا فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وكذلك نجزي المومنين رب fotograf جميع المومنين هذا غير خاص بأيوب عليه السلام بل بجميع المؤمنين أي واحد دعا الله تعالى دعاء صادقا خالصا ربي عز وجل يشفيه ويعافيه وينجيه من كل كرب فانطلبوا الله تعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة ليلة الجمعة سيدة المستمعين الله يجازيكم بألف خير بغيتكم جميعا ترفعوا واحد للفتحة أكف الضراعة إلى الباري الشريفة دينا أختنا للا سعاد راكت عاني الفقر والمرض اللهم يا ربي كريم أنت الغني وأنت القوي وأنت الكريم وأنت الجواد وأنت المحسن نسألك اللهم أن تفتح لأختنا سعاد أبواب الرزق وأبواب العطاء وأبواب الكرم اللهم ارزقها رزقا حسنا اللهم آتيها بالأرزاق من حيث لا تدري اللهم أنفق عليها يا رب العالمين اللهم واشفيها وعافيها ودويها يا ربي في هذه الليلة المباركة المنعمة أنزل عليها الألطاف الربانية أنزل عليها الشماء المحمدية وتكون نائمة وتستيقظ صباحا وقد دهب عنها الأذى وكأنه لم يكن أبدا يا رب إنك على كل شيء قدير أمرك بين الكاف والنون إذا قضيث أمرا فإنما تقول له كن فيكن نسأل الله الكريم للا سعاد الله شفيك الله عفيك الله داويك والله شفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين اللهم تعالى يغنين وإياكم من فضله وكرامه وجوده اللهم تعالى لا تحويجنا إلى خلقك أنت الكريم لا نحتاج إلا إليك فأنزل علينا الرزق صبا صبا من غير تعب ولا كدن إنك سميع قريب مجيب الدعاء وكنوصيك للا سعاد وكنوصي نفسي وكنوصي السادة المستمعين جميعا نتوسل إلى الله بماذا؟ وابتغوا إلى ربكم الوسيلة هناك وسائل نتقدم بها إلى الله جل على من بينها ربك تقبل له ما يردهاش ما يردهاش سبحانه وتعالى لأنه لا تقدمش وسيلة يقدر رده ربي عز وجل إذا كان فيه مونع دي الاستجابة إذا كان الإثن وكر الحرام ربي ما يستجبله إذا كان قاطع الرحيم ربي ما يستجبله إذا كان مخبش حقد يتغلغل في قلبه ما يستجبله هذا كانت اسم موانع الاستجابة واخدirk وسيلة أي وسيلة لكن واحد وسيلة خاصة إذا درناها واخدك عندك الموانع واخدك عندك العكوسات والموانع الله تعالى يتجاوز وسيلة مقبولة عند الله تعالى ما هي يد الوسيلة هي الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم لقال فيها الله تعالى إن الله وملائكته يصدون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلم هذه رأي مفتاح دي الفرج أي هم أو كرب عندك هاو المفتاح بندك هذا كلام أيها الأحباب الكرام لا نقوله جزافا هكذا لا هذا كلام موثق وكلام علمي وكلام يقيني اللي عنده الفقر يصد على النبي الله يتيه بالأرزق واللي عنده المراض يصد على النبي والله تعالى يتيه بالخيرات والبركات فصلوا جميعا على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ونواصل أيها الأحباب الكرام هذا اللقاء طيب المبارك ونستقبل المزيد من المكلمات اللحظة إلى إقليم القنيطرة معنا السلكحل السلكحل حياك الله حياك الله سلكحل بارك الله فيك مولاي نفعك الله بهذه الأمة المغربية بعلمك جزاك الله الفخير جزاك الله سرورا الكحل اسم معروف في سوريا في علماء جلاء وكيندبا وحد الرلعالم متخصص في التفسير العلمي للقرآن الكريم رائع جدا اسمه الكحل عائلة سورية كبيرة والحمد لله للعائلات في كل مكان من الصالحين مرحبا بك سلكحل والحمد لله الأمة المغربية تضامنوا مع إخواننا الحوز جزاهم الله خيرا الله يرحمل الموتى الله يشاف المرضى الله ينصر ملكنا ويشافيه اللهم أمين معك أخويا قيم قريمان هذا مكفوف ومتجوج من إقليم القنيطرة مشارفين أخويا سلكحل أخويا أشعر أقول لك دكتور دفعنا تناسك الاجتماع أكثر من سنتين ومجافش الله شين العمل برنامج أورش كذلك بغينا الجمعية أكثر من خمس سنين بش تستفد ومجافش الله إلى يومنا هذا والدعم معنا وعي المسؤولين يكونش التفاتة بش سهلون المساطر كان شوية صعوبة في المساطر أخويا سلكحل أقول لدي خطوة خطوة أشنا من الإجراءات اللي قمت بها أش قدمت في الطلاب ديالك كيفش بش تقنع لك المسؤول أنه يقدر يقدم لك المساعدة اللي في إطار اللي كتوضع على الدولة أجدرت يا مولين نستفدوا منك ديال تمسك الاجتماعي درنا ديال طبق قالت بيعو الشراء أي أوه دفعنا عن طرق الجامعة دمك كتطلب كتطلب وش محل تجاري ولا كيوسك أجدرو بقام تخرجوا واحد المساعدة مالية مالية نعم فيها ستة المليون نعم ولكن مشكلة بعت الإخوان كفية بزاف الصعوبات ديال الغراق و ضمضات آه فيها امتدارات أي آه وما جاء بش الله هو عدد النسرة مستفدودة ومشروع ديالهم وكل نجح وكل بقي ما زال ما كتبش الله تعالى أي واجدرت مثل كذلك كالسلكي حل اجدرت إشنا من الإجراءات الأخرى طرقت الأبواب برنامج الأورج للعمالة أي أكثر من ما قلت جمعيها على الأقل تكون عدى خمس سنين وسوّلت على شيء جمعية ولكن الرئيس دياله توفى المشكلة فيه الآمن العام قال ما قلية شوية شوية المشكل إلى يوم من هذا لا تفتح الملف دياله أنت السلك يحل لا تريد المساعدة أنت تتمنى نفسك تريد تخدم عرق جبينك لا تريد غير الصداقة والإحسان تريد تخدم فعلا هذا ما تلقى علمني كيف أصطد السمك وما كيف أصطد وما تعطي سمك في نعم عوضا تطني سمك كل يوم علمني كيف أصطد السمك وزاد اليابانيين قال لك علمني كيف أصنع الصنارة علمني الصنارة كيف تصنعها باش نقدر نعتمد لنفسي كلية بعد الله تعالى فعلا هذا لا أعتقد في يدك وعيجي واحد لوقت لا أعتقد شواء مرض أو وفاة في الإنسان لا يمكن أن يكون على المجتمع أو على العائلة الإنسان يكون خسي يخذ شق وحيد رقب مستقلة نعم نعم وتنفكر الدكتور لا يمكن مشاريع اجتماعي مثلا المثال التمش المشروع الجماعي مثلا ضيعة فيلاحية فيها أشجار مثميرة فيها 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 أبقار حلوب فيها دجاج فيها قطاني فيها كوروم وثمار نعم جميل هذه فكرة جميلة يعني أن عوض هذالنس الممكفوفين أو معاقين يطلب المساعدة من عند الدولة إما دي زاقريمون أو إما دي التاكسي أو إما دي كيوسك ولا مرآب ولا إذن قليل كان وحد الوقت الدولة كتعطي لكن ده بقليل الآن هذالنس يقلب أي طريقة مش يعيش أي شي كريمة هذالفكرة هي فكرة طيبة يعني أن إما الدولة وإما مجموعة الأهل الإحسان يفكروا أنهم يدروا واحد مشروع جماعي لفائدة هؤلاء المعاقين ولكن اللي هو مكفوف أشي يقدر يدير وشي يقدر يفلاح يربي البهيم لا وهي جمعية تكلف هنا تكلف جمعية وناس فوضالات يخاف الله هم يتكلف ولكن مثلا في الطيمر من السنة السنة تقسم الطيمر الأربع تقسم المستفيدين دخل الخدامات تكون هذا يراق يكون يخاف الله كان الحمد لله الفوضال في المغرب كان الفوضال لا كان الحمد لله نحن في نفس المحن الحوز واحد العداد للناس الذين أدهم الخير الذين سهموا مساهمة كبيرة الذين سهموا أموال طائلة جدا وذين يعطوا الملابس المنطات الهواتف النقالة بالمئات الذين يعطوا الرزو كل واحد اللي قدروا عليه الله تعالى كن أهل الخير موجودين وباقين وبوفرة فعلا كذلك الدكتور طلب الله تكون مسؤولين يشوفوا في هذه الفئة معاناة حقيقية مجموعة المكفوفين داخل معاد الشجر في آمن المكفوفين معاناة حقيقية ورأتي تسألك الدعاء من المكفوفين والمكفوفات ووحد السيدة قرأت الهم هي تحفظ تتسألك الدعاء تحفظ القرآن الكريم تتسألك الدعاء الأهل ديالها واحد مسكين ناجات تيعد واحد المرض ناجات منطان طلب الله الأدوية مسكين ملقش الدواء في الصيدالية في المغرب قاكين خارج المغرب ولكن تمانه قليل ونفعو على الصحة الدواء مرتبط بالصحة ديالها واحد الرقيبات كبير طلب الله يكون شيئ ونسي يجيب لها من الدول الأوروبية من إسبانيا بغتو هي من إسبانيا كانت مننا إن شاء الله يسمى نشي واحد في إسبانيا أو كيدر لنا فيت المغرب إسبانيا أنه يتوصل معنا في الراديو نربطه مع هذا الأخت فأنا توصلت معها خارج البرنامج وكنت مننا إن شاء الله تعالى شيء يكون بين المغرب إسبانيا ويجيب لها الدواء هو غير مكلف ولكن صعيب باش توصل للديار الإسبانية وحن الأخ عبد الرحمن إيمان توك تسألك الدعاء ومجموعة من المكفوفين والمكفوفات شجرة الآمن المكفوفين تسألك الدعاء وحفظك مولاي ونقرأك شيء بركة الدكتور أي سلك حلق يا الله يطول عمرك إيا أن تبرك بها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم إن الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا وفيما اشتاة أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وفتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء أكطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر إن الأرض يرث يا عبادي الصالحون إن في هذا لضلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم شكرا لك شكرا لك وإذا تتسأل الدعاء نعيمة بعض الأيام الله يشاف الوليد والأخ دي يا ربي كريم شكرا الله لك أخويا الله يتقبل منكم هذا المجهود الكبير دي القرآن العظيم ودي التضامن فيما بينكم وكنطلب الله تعالى يسخر لكم أهل الخير هذا الأخت اللي هي بغاية الدواء من إسبانيا ربما قد يتسأل بعض الناس أشناء الطريقة للتواصل معها الطريقة سهلة التواصل مع القناة الرسمية دي المكفوفين اللي هي شجرة أمان المكفوفين غتلقى تم التليفون دي المدير القناة اللي هو الأخونا سي جاود سي جاود غتقول السيد اللي من إسبانيا بغاية الدواء أشمن دواء وغلي يتواصل معاك رجل خادوم ورجل ميسر ونساعدوها في هذا الدواء اللي هو غير مكلف ولكن صعيب باش توصل إلى الديار الإسبانية كنتلب الله سبحانه وتعالى افتح للجميع أبواب الرزق وأبواب الخير وأبواب العطاء وطبعا قصنا كما ربنا أمرنا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسول والمؤمنون لابد أننا ندرب أنفسنا على العمل وعلى الانتاج وعلى الخلق والابتكار والإبداع لابد أن نبت في أنفسنا هكذا لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما من لك يجيه الناس يطلب المساعدة يشوف الشخص يقول لها واش ممكن تعمل اشنا هو الحرفة أو الصنعة اللي ممكن تقوم بها يسهلوا هذه الأسئلة إلي عرفوا بأنه قادر أنه يعمل يوجهه مرة واحد قال لي ما نعرف من يرواله لا شيء قال لي لو ذهبت إلى الخطي الفأس ومشيت للغابة فوق الجبل وحطبت الحطب وجئت به لك كان خيرا لك فعلا مشاهدك الرجول الحطب كان ما كيجيب والو وحتى من زهيد لكن بعد مدة مش المرة اللولة التانية التالتة حتى ما بقى شرجع من اللي سول عليه النبي صلى الله عليه قال لي لقد فتح الله له باب الرزق احتقلوا العلماء وقيلهم اللي كان كيحطب عاتر على شيء من الرزق في الأرض وهو كيحطب وكيقلب لقى ربي عز وجل إلا بغي يسخر لك ركيف تحليك أبواب دي الرزق من حيث لا تدري فكان سأل الله تعالى للجميع البركاء والتسير والرزق الوفير والخير الكثير وحنا دائما في تواصل ودائما في تعاون ودائما إن شاء الله تعالى نبقى كواسطة للخير وانتمنى إن شاء الله هذا الخير يعمى على الجميع وغنكونوا فرحانين إلا اسمنا بعض الناس اللي القيناهم بأنهم كل شيء عندهم موجود يعني العيش الكريم السكن المريح العائلة الشميل المجموع الصحة والعافية كانت فرحوا وكانت ألموا كثير من اللي كان سمعوا الناس مرضى أو عندهم فترة الماء والكهرباء ما قدوشي أدوها أو عندهم أحكام بالإفراغ أو عندهم احتياجات كبيرة كانت ألموا وكانت حاولوا ندروا جهدنا ولكن دائما كيبقى الإنسان محدود نطلب الله تعالى العلي الكريم المتعال هو يوسع على كل عباده ونتحول إلى بن قرير معنا للشيماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله بنتي برك الله فيك كل شيء بخير بنتي جزاك الله الفخير برك الله وتنتمنى الرحمة للناس اللي ما تفز الحوز والشيفاء للناس اللي مصابين يا ربي يا كريم أفكرة أستاذنا اللي كنت صونت لك من زنجرير شي جيج مع الدابة إياها تقريبا عقلت عليك بنتي شيماء إياها وكنت قلت لك أعطني عفاك الرقم ديالك بيتنعين استاشر معك واحد الاستشارة بكل فرح إياها بنتي بيتكتفتيني في واحد الموضوع أستاذ اللي حيارني وبيتناخد الفتو من شي زم من شي ذاك اللي اللي كان فيقفي وذاك شي وما تعفنش لحد ناخد النمر تقطع علي واخا بنتي واخا بنتي بإذن الله واش الرقم ديالك تسعود وتسعين في الأخر اياها واخا عنش جنون توصل معك بنتي بإذن الله الله يحملك الوالدين ما تنسانيش اللي لم احتاج انتو معك الله يحفظك ورعاك يا ربي يا كريم الله يجازك بالخير لا إله إلى الله الله يحفظك بنتي يجازك الله الفخير وكان نعتدر لبعض الأحباب اللي ربما يتعذر التواصل معهم والله ما بذلك زمائهم بالعكس غير كلقى الضغط دير المكالمات كتحتاج إلى المساعدة كتحتاج محسنة طبية مساعدة قانونية مساعدة للدخول لدى بعض الجهات وكتطلب منك أنك تنقل من مكان المكان وتضق هذا الباب وتقلب يعني ممكن لديك نهار كله بمهمة وكان اعتدر العدد دير الناس اللي ربما ما 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 كش من التواصل معهم ولكن إن شاء الله أنا مسخر لهذه المهمة ولكن الله يرحم ضعفنا الله يرحم ضعفنا وكان قولك بنتي بأن لإنسان الفتوى احنا عدنا واحد نعمة في الفتوى في بلادنا هي عدنا في بلادنا المجالس العلمية تكلمنا في أول حلقة عن دور المجالس العلمية الإقليمية والجهوية بمملكتنا ودورها في دعم ضحايا هذا الزلزل للحوز وكان نضيفه بأن الدور معتدلة وناجعة ما عليه إلا أن يطرق باب المجلس العلمي اللي في الإقليم دياله عدنا تكتر من 72 مجلس وهذا المجالس في كل إقليم فيها مجموعة للعلماء كان عرفوا المجلس رابين غتسول أي مسؤول تقولين مجلس العلمي دي المنطقة غد يورك ما عرفتيش غد دي لوكاليزاسيون مجلس العلمي دي الضال البيضاء مجلس العلمي دي الفاس مجلس العلمي دي بن قرير غد تكتب غير اسمية في الشيخ جوجل وغد يورك مباشرة لوكاليزاسيون يوصل لها عتباد دار غد المقر دي المجلس في واحد البناية في الغالي تكون بالقرمود الأخضار التقليدية فيها الزليج الفوسي في سافة الجمالية فيها وحدة الرونق وكتلقى فيها الرأية المغربية بمعنى أنها مؤسسة دي الدولة غد تدخل غد تلقى في الاستقبال كانت رجال ونساء وضعينهم مجلس علمية أولا وضعينهم لحسن الاستقبال لأن المرآة دي الأي إدارة هو اللي كيقوم في الباب هذا كو المرآة ففي الغالب يكونوا ناس حسان الوجوه أو ملاح الوجوه وكلمتهم طيبة واستقبال حسن كان بعد مرات كمشي بعد المجالس كتلقى أول ما كيستقبلك بكأس الشاي أو بالتمر أقل شي كيستقبلك بها مرحبا دي من أتي عنده معامر دائما بعد الحلويات كعب الغزال وكذا كذا دائما تمارو الحليب اللي جاكي بسم الله ومن بعد تاكد جلس أشنو المشكل اللي عندك تقول لها المشكل كده وكده إلا كان مشكل فقهي كيوجيك القسم دل الفتوى كان مشكل اجتماعي كيوجيك القسم دل الشؤول الاجتماعية كان موضوع عنده علاقة بالمرأة وبالفتيات كيوجيك الخالية دي المرأة أو غير ذلك فعلى حسب الاستطاعها كي أعطيك المعلومة المفيدة وكتلقى هم يعني ما بزروا بينش يعني الأمور غاديا بوحد الهدوء والطمأنينة والسكينة وإن شاء الله بنتي من اللي نتواصل معك إن شاء الله نتمنى أنني أفيدك في هذه الفتوى أصلاً اختصاصي في الفتوى هذه دكتورات دولة في الفتوى في قضايا الأصول والمقاصد وتجديد فقه الدين وما يتعلق بربط النصوص الدينية بالواقع المتغير النصوص الثابثة بالواقع المتغير في شتى مجالة الحياة في النفس في الأسرة في المجتمع في المعاملات المالية في قضايا مختلفة إن شاء الله يكون تواصل طيب قريباً بنتي شيماء شكراً لك على التواصل حفظك الله ورعاك الله وأسعدك الله ونتحول إلى أين إلى فاس معنا السسر غني حياك الله مولاي بارك الله فيك الله يطفل عمرك ونجيك مولاي الحمد لله كل شيء بخير ولا خير وهذه الناس اللي هم يعني توفا وفي هذا الزنزان الله يرحم وهم يستعلي هم الله يجعل الله يبدل في أديرهم حسنات ويجعلهم في أهل عليين مع النبيين والصديق وشهداء واللي مريض الله يشافه ويقافه الله سبحانه ويطب والطب واللي ما أندوش الله ينفق عليه اللهم اللهم أمين يا رب اللهم أمين يا رب أخويا اللهم أمين السيد طيب الله يكسر كنت درت معاك ربما هذي عشرين يوم لخمس عشرين يوم ولي حسب ذلك المشكل لأن نفاق ذلك السيد الذي دائين ي ي فالله ي الحمد من المحسنين ولا المسامعين فالله يجي بخير السيد طيب الموقف معنا اللهم يكسر لأن السيد هذي أنا معرف شي أن يجي الجدر مياه يجي مثلا محلو بكيان يشي مفويد قضائي ويقول تخلص ويشي السيد هذا ما عندوش مثلا شي وقت ويش حزائين فوغ داب أدو الله يستر زي فالله كنت كون الحاج مثلا غيقال تهك في البيت دي ستكتبوه صرغين يحماني من مدينة فف يتلع فيديو دي ويشوف ويشوف الشعر كايين ومصور الشهادة الإعاقة بأن كافيف وداير الحكم النفاق ورن مصوره من وجه دي ومضار دي وأن محكم مالية مليون وثنين وثمسين في ريال أنا الحاج ما عندي ما عندي حاجة نبيعة وما كنت ما نغياد النفاق هذه ستكتبوه ستحيد علي ولكن ولكن اللهم لك الحمد وخاك ربنا عم علينا بصبر وربنا عم علينا بالأنس به وربنا عم علي بالمحبة كي يبغين الله ستحان سأل سنغيه والله مالك الحمد وربنا عم علينا يعني ب اه شغلين قولك واحد واحد السعادة الحم لله وخي يعني ما كان شي مدخول تخمسين درام فالشار خمسين درام ما كان اش الحاج السيسر غيني ايا اخويا دب شحل السين تقريبا السيسر غيني عند استاذ عرى عندي اخش خمسين سانة والواليد متوفي وش نا العمل التي تقوم به من قبل لا استاذ كنت كنت كوردوني ايا كنت كوردوني كنت ندير ذك الشدي للصالح ولكن بعد الله سحان سعلا من اخدار الضو البصار ومش يعز فيه هو اللي اعطاه هو اللي اخداه سبحان والدور هالدور البصار والسان يعني رابحال شي واحد كمسل الفك شي بيل غادي نسوي فضلان دانيس ويوصل فيه مع الدرق الكهار دك البيل الحديد الله سعلا اللي قفير الله سعلا اللي يخضر ربي ويناس كعود حبيبته فصبر ليس له جزاء الا الجنة احنا لو ملك حمد ربي عاطينا الصبر وهذه بوشرة بوشرة الصبر بشرني الله سعلا وانا ناس بلا ما نقولك إلا قلت تقطع علي الخط أنا مش نقولك فسر لي وإنما قلت تقطع علي الخط مبوشرة زوينة ولكن نقلبهم الله سعلا تعالى يفرج إن شاء الله الله حبدك سستريني تكسرت تكلمنا شوية على الإنسان اللي يسامح وعند حدي حديث قدسي بغيت نقوله لك وهذه الحديث هذا يعني يرى فيه واحد صفعة لك الناس هذو هذو غرف لين الله سعلا وفي بوشرة لك الناس اللي اللي غادي نستطرق المستقيم اللي جاء لخبرك نقولولك ايا اخويا الحمد لله فسروا للناس هك اللي اخويا يبيني الله الله سبحانه تعالى وبغيت تكسبولي الحادث والصحيح ولا ما تكسب لان انا كنت تنصن تعالى لك هذو حال وقال الحادث هذا رفق في الدماغ ايا الله سبحانه بهم وانتظاري وشوقي لتركي دنوبهم لتقطعت اوصالهم من محبتي ولو ماتوا شوقا الي اذا كان هذا حالي بالمدبرين عني فكيف يكون حالي بالمقبلين علي وحد صيط لك خير كالحاج اسمح لي ايا مجي فالله مشفي كل مريض ورحم كل ميت وهدي كل ضال وسع لكل محتاج واغني كل فاقير وعلم كل جاهل هادي الناس المحسنين الله يعطي الله صحو مفاتح الجنة ويدخلهم الجنة بغير حساب وانتم الاستاذ والسيحم الشرع فاتح من الابواب الاداء وفاتح القلب دي لكم الله يفتح لكم الابواب المغلاقة وفتح لكم ابواب جنة والله يكرمكم الله بالرزق الوافر والسلام عليكم الله يحفظك أخي سيستر غيني شكرا لك شكرا لك وكان نقول سيد المستمعين اللي بغاي يساعد سيستر غيني انه يزور القناة قناة هلال للمكفوفين وتما غدي يكتب سيستر غيني من فاس غدي يخرج للفيديو ديالو وغدي يلقى رقم الهاتف ديالو غي توصل مساعدة الممكنة اما مساعدة مالية واما مساعدة قانونية قضائية يكن بعض المحامين والمحاميات اهل القانون كيقدموا المساعدة كيعرف كيفاش يتخل في هاد الامور او بعض الاحسان كيقدم لي واحد القدر مالي باش يقدر يدفعوا للصندوق وياخد الاعفاء فالطريقة سهلة انه يزور عبر شبكة الانترنت يشوف يكتب قناة هلال المكفوفين ويكتب احدها السرغيني من فاس وغاد يلقى ان شاء الله كل هذه المعلومات ونطلب الله سبحانه وتعالى سيسرغيني الله يجازك بألف خير اللهم تعالى ينور لك طريق ديالك اللهم تعالى يعودك خيرا هذا الشيء اللي يضع لك ربي يعودك خيرا منه فضلا منه وإكرام الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وفعلا الموضوع لطرحته هو موضوع ديال التسامح هو مهم للغاية انك عشتها التجربة ديال الزواج اللي ما قدرس للله انه يستمر وكانت نهاية دياله هي الطلاق ولو كان الناس عندهم متسامح فيما بينهم ما كانوا قع الطلاق التسامح هو واحد قيمة اخلاقية عظيمة وكبيرة جدا الى الانسان اهتم بها فعمر ما غاد يلقى لا عتاب ولا 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 ألم ولا شجن يكفي ان الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول وليعفو وليصفحو الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور الرحيم الله تعالى يأمر عباده المؤمنين تكون فيهم الصفة العفو والصفح العفو وخلق كريم والصفح اكتر منه يعني العفو كان سامح لكن صفح يعني كان حول ما كان ما نعاوج نذكرك بما فعلته في حقي ما شو حضا نقول لكم وش بقي عقل دلت لي كذا وكذا وش بقي عقل فعلت بي كذا وكذا لا ما نقول هش نهائيا هذا هو خلق هذا هو خلق العفو والصفح الذي تحبون أن يغفر الله لكم الله تعالى يقول لنا واشنتم ما تحبو أن يوم القيامة من اللي تجي بالذنوب والمعاصي واتلقى بأن الله تعالى قد غفر لك أن الله تعالى قد سترك أن الله تعالى أعطاك ما تريد أكيد أن الإنسان غد يشعر بواحد الشعور عظيم من اللي غدلقى الله غفار رحيم هذا الخلق كل من كان فيه في الدنيا كان يسامح ويتساعد مع الناس كذلك الله تعالى يتسامح معه احتجى في بعض الأثار أن اللي في التسامح أنه يوم القيامة يقال له من القبور إلى القصور ادخل الجنة بسلام بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب مباشرة في خلق للتسامح وهذا الخلق رأى عظيم جدا وإحنا أحوش إليه باش يكون معنا وربق لنا هالجزاء الإحساني إلى الإحسان اللي في هذا الخلق وكي تعمل مع الناس بالإحسان أكيد أن الله سبحانه وتعالى غد يجازيه بإحسان عظيم وغد يجازيه بخير كبير وغد يلقى في الدنيا الأثر دياله والثمار دياله في الحياة الدنيا عاد من البعد يلقى الخيرات في الآخرة عكسه هو الإنسان اللي كيكون ناكر للجميل ناكر للإحسان دائما كتلقاه دائما كيشعر غير كيحصي العجوب وكيحصي الخطايا وكيبقى شد في قلبه وكيبقى دائما يذكرك بها وشعقلت ديك النار جدرتي وشعقلت ديك النار فعلتي كده وكده هذا الإنسان اللي فيها الصفة والعياد بالله حتى هو يقول الله يوم القيام كيتعم مثل ولي يقول وقفوهم إنهم مسؤولون كيوقفك الله بين يديه وكينادي المنادي فلان ابن فلان وكي ينادي عليها وكيبدي يسأل عن كل شادة وفادة نطلب الله سبحانه وتعالى يحفظكم ويرعاكم ويبرك فيكم وذي دعوة للتسامح كنشكو سيستر غيني ذكرنا بها أكيد أن كل واحد منا إلا وعنده نزاع أو خصام أو شناء مع واحد الجهة المعينة حنا في هذه الليلة الطيبة المباركة ليلة الجمعة بغين نكون كلنا متسامحين نقول وعفظ وعما سلف ستقول ليا وناش عشية ليا حتلا يسا يريد تعوض هو الحق سبحانه وتعالى إذا أعطاك أدهشك وأجزل لك العطاء وخصوصا بعد أن عشنا المحنة دي الزلزل المحنة دي الزلزل احنا محظوظين أن الله تعالى مدى لنا في العمر كان بالإمكان نكون ربما شفنا الموت كنا شفنا الموت شفنا الموت أمامنا وربما كنا نكون تحت تراب تحت الأنقاض وننسى ننسى كأننا لم نكن أبدا ولكن الله تعالى بالرحمته الوسعة زادنا في العمر وزادنا في المدد خصنا لابد نقول عفو الله عما سلف حياتنا قبل الزلزال كان لها معنى وحياتنا بعد الزلزال صار لها معنى آخر معنى نكون أقرب إلى الله تعالى أكثر تسامح أكثر عفو أكثر نمد أيدينا بالعطاء للآخرين وننظر إلى الأشياء بإيجابية وكل شي يبقى لنربح لعد ندبل أنا غربح كل ربح من عند الله تعالى فهذه دعوة للتسامح في هذه الليلة الطيبة ليلة الجمعة اللهم يا رب العالمين يا ودود يا ودود يا دل عرش المجيد يا ثعالا لما يريد يا مبدء يا معيد يا حي يا قيوم نسألك اللهم بعزك الذي لا يرام ونسألك يا ربنا بملكك الذي لا يضام ونسألك يا إلهنا بنورك الذي ملأ أركان عرشك نسألك اللهم أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأن تبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ونسألك اللهم بهذه البركات أن تفتح لنا أبواب التيسير وأبواب الخيرات وأبواب المغفرة يا بارئ البريات يا غافر الخطايا ويا عالم الخفيات يا مطلعا على الضمائر والنيات اللهم يا رب نسألك أن تغفر لنا جميعا ذنوبنا وتتجاوز عن سيئاتنا اللهم يا غافر الزلات اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انزع من قلوبنا حض الشيطان انزع من قلوبنا الأحقاد والأحزان واملأ قلوبنا تسامحا وأفرح اللهم يا رب نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت بي أعطيت نسألك اللهم أن تغفر لنا أجمعين اغفر لنا ولوالدين ولأحبابنا ولأقاربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنة وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا اغفر لنا يا ربنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا رب إننا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا إنك أنت الغفار الرحيم يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم يا رب إن كان يومك بألف سنة فأيامنا قصيرة وأيامنا معدودة في هذه الدنيا فاستجب دعواتنا يا رب العالمين واجعل لنا فرجا ومخرجا يا أكرم الأكرمين يا مجيب الدعوات يا من يا من أجاب يا من أجاب نوحا حين نذا ويا من كشف الضر عن أيوب في بلوه يا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه وبرحمته ارتد مصيرا وأعاد النور إلى عيناه يا من أمنت يونس في بطن الحوت يا من حفظ ثموس في اليم والتابوت يا من طمأنت أمه وجبرت خاطرها يا رحيم يا رؤوف يا دلعزة والجبروت اللهم إن نسألك في هذه الساعة المباركة أن تفتح لنا أبواب التيسير اللهم افتح لنا أبواب التيسير وأغلق عنا أبواب التعسير اللهم كلنا وليا ونصيرا اللهم كلنا معين يا رحمن يا رحيم ألطف بنا فيما جارت به المقادر الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللهم ألطف بنا يا رحمن يا رحيم يا صاحب اللطف الخفي بك نستعين ونكتفي لا فرج إلا فرجك لا لطف إلا لطفك ارفع عنا المحن والبلية وادفعها بيدك القوية يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم في هذه الليلة الطيبة ليلة الجمعة صل وسلم على نبيك المختار سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الرحمة المهدات سيد الأولين والآخرين اللهم يا ربي كريم صل عليه صلاة تحل بها عقدنا وتفرح تفرج بها قربنا وتفرح بها قلوبنا اللهم يا رب العالمين صل على هذا النبي الأمين صل عليه صلاة تزيل بها عننا الهموم والغموم والأحزان والمخاوف والأوهام صل عليه يا ربنا صلاة تشفينا بها من جميع الأمراض والأسقام والألام اللهم صل عليه صلاة تغفر لنا بها جميع الذنوب والآثام اللهم يا رحمن يا رحيم يا ودود يا عظيم صل على هذا النبي المختار فضلا منك وإكرام يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم فرج عنا أجمعين اللهم فرج عنا أجمعين اللهم فرج عنا وعلى عبادك المؤمنين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك دوام العافية ونسألك اللهم الغنى عن الناس ونسألك اللهم رضاك والجنة يا من هو على العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهذا وأعطى كل شيء خلقه ثم هذا يا من أضحك وأبكى يا من أمات وأحيا يا من أسعد وأشقى يا من أوجد وأبلع اللهم ارحم موتانا موت المسلمين وارحم يا رب شهداء هذا الزلزال وشهداء الفيضانات في ليبيا وفي كل مكان اللهم ارحم عبادك المؤمنين وارحمنا معهم يا أرحم الراحمين اللهم إن نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك اللهم لا تواخدنا بسوء فعلنا ولا تهلكنا بخطايانا فإنك تعلم سرنا وعلانيتنا اللهم اقبل معذرتنا اللهم اقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا يا ربنا فأعطنا سؤلنا اللهم اجعل لنا وللمسلمين أجمعين من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية يا رب يا كريم اكشف عنا وعن المسلمين أجمعين كل شدة وكل ضيق وكل كرب اللهم نسألك فرجا قريبا اللهم نسألك فرجا قريبا فرج عنا وعن كل عبادك المؤمنين وأخرجنا من كل كرب وحزن اللهم احفظنا من الوباء واحفظنا من الزلازل واحفظنا من الفيضانات واحفظنا يا رب من الإعصارات واحفظنا من البراكين واحفظنا من الحرائق واحفظنا من الكوارث الطبيعية واحفظنا من كل جائحة اللهم احفظنا من عظيم البلاء احفظنا في النفس والأهل والمال والولدي والوطني احفظنا أجمعين يا رب العالمين واكتبنا مع من سبقت لهم منك الحزن الذين هم عن النار مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله أيها الأحباب الكرام لنكتر من كلمة لا إله إلا الله الكلمة الطيبة الكلمة العظيمة الكلمة التي تدخل الفرح والسرور إلى القلوب كلمة لا إله إلا الله حينما تشتد الأزمات وحينما تكتر الصعوبات على القلب قلب المؤمن ولسانه أن يصدح بكلمة لا إله إلا الله وسوف ترون العجب ترون العجب العجاب قل لا إله إلا الله وتغنى بها وافرح بها وسعد بها سترى الرحمات الإلهية والبركات الربانية والإشراقات النورانية تحيط بك وبأولادك وأسرتك وببلادك ووطنك وكل الأجوال التي أنت فيها فرددوا معنا جميعا كلمة لا إله إلا الله كان المغاربة كل ما اشتد بهم إما جفاف وإما جراد وإما أوبئة وإما حروب وإما مآسي يجتمعون ويرددون كلمة لا إله إلا الله فربنا يؤمنهم أمانا كاملا ومن كان منهم مريضا يعاني من أمراض نفسية فليقل لا إله إلا الله وليسعد ربه قلبه اللهم أسعدنا بلا إله إلا الله السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة